اشتركوا في القناة شعب الشعب العلمية اللغات الأداب وغير ذلك حتى التقويم النقدي اللي راح نحره مع بكالوريا أداب وفلسفة لازم الشعب الأخرين ثاني شوفوا حتى العلميين لأن هذا السؤال يجيكم في البناء الفكري طبعا تصلوني الكثير من الأسئلة الالتزام وما الالتزام ما تعرفه هناك يعني في الشعر السياسي أو هناك فيديو خاص به سأطرقه في الوصف طبعا أول حاجة لازم تتروح تفرشها لك الفيديو وبعد ذلك تجي باش تشوف كيفاش رانا نحلو طبعا أي طريق هل الالتزام نقرأه نظري على الصبورة تعريفه وخصائصه ومظاهره لا التزام عمره وما يتقرأ نظري حتى وتقرأ نظري مكشح توصل نتيجة لأنك في نهاية المطاف راح تصطدم إذا قل لك استخرج مظهرين من النص أو هل تحققت ظاهرة الالتزام في هذا النص علل لأنك راح تعلل راح توقع في إشكال كبير أنك مكش قاري تطبيقي قاري قال نظري بارك قاري تعريف الالتزام خصائص الالتزام مرواد الالتزام هذا أمر هذا طفل في سنة ستة ابتدائية أو خمسة ابتدائية يقدر يعرف هذا الشيء الأمر المهم جدا هو كيفاش راح نستخرج مظاهر الالتزام من النص كيفاش راح نضم ورقة إيجابتائي كيفاش راح نعلل إذا قلي هل تحققها أو هل يدرج هذا النص ضمن الأدم الملتزم حاجة واحدة أخرى لازم نعرفوها هل الالتزام يكون في الشعر السياسي فقط لا الالتزام قادر يكون في الشعر الاجتماعي كما شفناه عند الرومانسيين في باكالوريا 2013 شعبة الأدب والفلسفة ما يسمى بالشعر الاجتماعي معناها قادر الالتزام يكون في الشعر السياسي وقادر يكون في الشعر الاجتماعي أستاذ حبيت نسق سيك حاجة وشين الفرق بين الشعر السياسي والشعر العربي المعاصر الشعر العربي المعاصر هو الشعر الواقعي أو يتبنى عدل الكثير من المدارس كما المدرسة الرمزية المدرسة الواقعية والكثير من الأشياء الأخرى ولكن هل الشعر الحر بشكله الجديد يؤثر على الفكرة أو مضمون القاسدة لا لا يؤثر بشكل كبير جدا لأن الشعر الحر مجرد شكل فقط معناها أسامة صباح لبس كوستيم وعشوة لبس شغفاتمو يعني أسامة هو أسامة صباح لبس كوستيم وعشوة لبس شغفاتمو بمعنى أن أسامة هو بأفكاره بحكاياته بنزعاته بأنماطه بقيامه بكل ما يتعلق به ولكن الشكل التاعه فقط تغير بمعنى قادر يجينا الشكل على شكل شعر حر أو قادر يجينا على شكل عمودي والفكرة هي الفكرة القضية الفلسطينية هي القضية الفلسطينية القضية الجزائرية هي القضية الجزائرية بأفكارها ونزعاتها وعواطفها وقيمها وغير ذلك الشي المهم جدا هو كيفاش رايحين نطبقوا ظاهرة الإلتزام كتطبيق في قصيدة باكالوري 2015 شعبة أدبوة الفلسفة الآن القصيدة تظهر أمامكم في الشاشة أنا نروح لجهة اليمين سأستعين بالورقة لماذا أستعين بالورقة لأنني كان كان ديسان ديس لانقويستيك لازم باش أنا يعودهم قابليني أفضل باش نوريكم كيفاش تخدمون متفامين؟ وني أقول لكم هذا الحاجة حفظ الشعر مهم جدا يا جماعة مهم جدا إذا كان قادر تحفظ أربعة أبيات خمسة أبيات بيتين من كل قصيدة بيت من كل قصيدة رح يكون عمل رائع جدا لماذا؟ لأنك بعد يقول لك استشهد بأبيات مما درست استشهد بأبيات في الشعر السياسي كما رأينا العام الماضي وبالتالي أنت لازم تكون في الصورة ولازم تكون عارف هذا الأمر متفامين؟ لأنه قادر يقول لك هات أبيات صلاة العملي فات صلاة في أعوام أخرى سوف نتعرف عليها لاحقا أنا رح نقرأ من الورقة أو سأستعين بالورقة على الأقل علش باش نعلمكم كيفاش رح تظهر لكم في الشاشة تظهر لكم بعض الإشارات بعض الأمور بعض الضوائر الحمراء باش نتعلموا كيفاش نستخرجوا الأفكار نظم الشاعر العراقي عبدالله الجبوري هذه القصيدة في 22.04.1959 الشاعر العراقي بمعنى يا جماعة يمكن أن نقول أن هذه القصيدة إذا كانت تحدث على الجزائر هذه رح نزعة قومية وهو رح دار فيها خير أنه قل لي شاعر عراقي لأنه قادر ما يقول ليش بلي رح شاعر عراقي قال يقول عبدالله الجبوري وانتهي عم بحرك وتحوس على ليزانديس لينغويستيك يعني في هذا النص لنعتبر أنه ما قلناش بلي رح شاعر عراقي لنعتبر أنه ما قلناش وراح نشوفه روح نقدر ونكتشفه أنها كينا نزعة قومية أم لا نعلمكم كيفاش رح نكتشفه النزعة القومية بدون ما يقول لي بلي رح شاعر عراقي أو فلسطيني أو غير وذلك يقول الشاعر قد رف هذا النصر وخفاقوا البنود بمعنى كانت كينا معركة وانتصرنا فيها وتعرفون بأن الانتصار في معارك معينة يزيد من عزيمة الثوار يزيد من كذلك قل لي أستاذ علاش هذا عراقي يهضر على الجزائر رح نشوفوا يعني سؤال رح يقلنا على هذا الأمر ما هي دوافع شعراء هذه النزعة في التقويم النقدي ما هي دوافع معنى علاش هذا الشاعر عراقي فجي يكتفن رح تشوفوا لي جابتا حكواتكم قد رف هذا النصر خفاق البنود والغار يلمع فوق هامات الأسود والنصر الغار هو النصر يلمع فوق هامات الأسود قد رف هذا النصر خفاق البنود والنصر يلمع فوق هامات الأسود وغدا يطل على الجزائر باسما يطوي الدجا ويهد أركان القدود من الذي يطل على الجزائر غدا؟ شوف لازم نتفاهمه نرجع نحن نشوف الدجا وشينه هو الدجا هو الليل في قاسيدة باكالوريا 2017 في القضية الفلسطينية شفنا الليل يا أيها قاسيدة الليل يا أمه ذئب جائع سفاح قلنا بأن الليل شينه هو الاستعمار سفي يطوي الدجا ما الذي يطوي الدجا هو الفجر؟ الفجر على ماذا يدل؟ يدل على النصر والاستقلال والانتصار والدجا والليل يدلاني على ماذا يدلاني على الاستعمار الاستبداد وغيره ذلك بمعنى رح يجينا النصر هذا النصر رح يكون فاتحة خير بداية لانتصارات أخرى ولقد رأينا هذا الأمر ثاني في معركة عينزانة معناها في قصيدات التحدث على معركة عينزانة وشفنا قصيدات تتحدث ورح نشوفوا قصيدات تتحدث على معركة الجرف الشهيرة واليوم رح نشوفنا قصيدات تتحدث على معركة أخرى وبالتالي يا جماعة الشيء اللي أحب أن أقول لكم بأن هذه المعارك لما نصوروها هذه المعارك معركة عينزانة معركة الجرف معركة وذل يعني معارك كثيرة مثلا معركة المطاريح هذه المعارك تصيب الجنود الفرنسيين بالإحباط وتزيد عزيمة الثوار وهذه المعارك بما أنها نقاط فاصلة معناها هذه المعاركة لها نقطة فاصلة نقطة تحولية لماذا؟ لأنها تزيد في الشراصة على الثورة وبالتالي هنا يصوروها هذا الشعار قد رف هذا النصر خفاق البنود والغار يلمع فوق هامات الأسود وغدا يطل على الجزائر باسما يطوي الدجا ويهد أركان القرود ما هي القرود؟ هي المستعمل الفرنسي وأنا كنت قد قلت لكم سابقا بأن الشعر السياسي نلقو فيه سب وشتائم للاستعمار الفرنسي إيه فرنسا يا رذيلة إنا يا رذيلة وفي قاسدة أخرى وحطبن صهيون أنذاله بمعنى الشعر السياسي لازم نتعامل مع هذه الألفاظ لأنها ألفاظ عنيفة نوعا ما وغدا يسيل الخلد فوق ربوعها ربوع ماذا؟ ربوع الجزائر يسيل الخلد معناه يمشي الخلد معناه سوف تخلد الجزائر بتضحياتها وسوف نتحدث عنها أبدا الضار والنور النور بمعنى ماذا يلمع النور ألم نقول بأن النور يعني الاستقلال ويعني النصر والنور يطوي ظلمة الليل العتيد الليل العتيد العتيد هو الطويل والقديم يعني الليل قلنا الاستعمار متهمين وغدا يسيل الخلد فوق ربوعها والنور يطوي ظلمة الليل العتيد وإذا تعرى الفجر أسفر باسما كالأقحوانة في الربا أو كالورود بمعنى الفجر إذا جاء سوف يأتي على الأخضر واليابث معناه سوف أقضي على هذا الاستعمار وسوف تصبح الجزائر جزائر أخرى مبتسمة ضاحكة خلوا الديارة لأهلها وذروا الوغا يا شر شعب هو يتكلم مع فرنسا هنا قالها خلوا الديارة لأهلها وذروا الوغا معناه تركوا هذا المكان تركوا هذه أرض لأنها لأهلها أيها المستعمر يعني يا شر شعب في حماقات الوجود فالثأر زمجر في حشاشات الأولى عشق المنية عشقكم لثما الخدود معناها الثأر زمجر الثأر يعني اشتعل الانتقام حب الانتقام والرغبة في الاتحر اشتعلت في الذين يحبون الموت الأولى واش قلنا عليه الأولى قلنا بأن هذا الاسم الموصول جاء في البكالوريا مرتين بكالوريا 2011 11 شعبات العلم التجربية الموضوع الأول النصلي مفد زكريا في قوله أحيي الأولى آزروا حربنا وجاء في هذه البكالوريا 2015 أيضا النصلي عبدالله الجبوري في قوله في حشاشات الأولى الأولى بمعنى الذين اسم وصول عادي وبالتالي نتعامل معه تعامل مع اسم وصول معناه واش قلنا هنا فالثأر زمجر في حشاشات الأولى الثأر رغبة في الانتقام نار الانتقام اشتعلت في 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 الذين يحبون الموت الأولى عاشقوا الموت معناها في هذو الناس الذين يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة أنتم تحبون الحياة نحن نحب الموت لأننا نرى بأن الموت راحا نرى بأن الموت استشهاد نرى بأن الموت جنة لأننا نرغب فيما بعد الموت بما أنكم لا تؤمنون بما بعد الموت فأنكم تخافون من الموت أما نحن فلا نخاف من الموت واش قلهم هنا ولكن هذي عشقكم لثم الخدود معناها كما توم تحبوا كما نقوله احنا بل احنا مصطلح جزائري نقوله عيشة البوسة كما تحبوا البوس انتم سمحوا لي لها ولكنها موجودة في قصيدة جيش من الحق المظفر عزمه لا ينثني جيش تحرير وطني مظفر عزمه وعزم من حديد لا ينثني حتى يحقق ما يريد فالحق يدرك بالجهاد يجمع ركزوا معي في هذه النقطة مهمة جدا فالحق يدرك بالجهاد الحق باش يأخذ حقك باش تديه تديه بالجهاد ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة هذا هو الصح لأن شاعر لماذا اختار علاش دائما نقوله احنا بأن شعراء الشعر السياسي لا يؤمنون بالنضال السياسي شعراء الشعر السياسي هذا التحرري لا يؤمنون بالنضال السياسي كما يقول الشاعر إن السياسة أوهام مضللة يا طالما أشغلتنا عن مرامينا السياسة ماذا؟ أوهام مضللة هو شي يقول لك هنا فالحق لا يدرك إلا بالجهاد الحق لا يمكن أن تأخذه إلا بالقوة فالحق يدرك بالجهاد وإن أرى غير الجهاد مضمحا بدم الشهيد معنى أي حاجة رح نستعملها غير الجهاد نفس الشيء معنى السياسي النضال السياسي سوف يلطخ بدماء شهداء وسوف يخون أمانة الشهداء بمعنى كما قال الشاعر في قصيدة أخرى سوف نتحدث عنها لاحقا إن السياسة أوهام مضللة يا طالما أشغلتنا عن مرامينا يا طالما أوهت قوى جماعتنا يعني وشتتت أحرار ودينا بمعنى أن السياسة شعر السياسي لا يؤمن بالنضال السياسي إنما يؤمن بالنضال العسكري ويؤمن بمبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها وهذا الشيء لنا نهضر عنه اليوم يجمع هذا هو الالتزام الذي جعل الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية محور الأدب العربي الحديث والمعاصر معنى الأدب العربي الحديث والمعاصر كامل ينظر الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية لأنها ثورة دولة عربية أخت تحتاج إلى الدعم والإسناد وبالتالي نحن رانا معكم إن شاء الله فالحق يدرك بالجهاد وإن أرى غير الجهاد مضمحا بدم الشهيد باريس ويحكي يا بغي بغي يعني بغي هي المرأة التي تمارس البغاء يعني عائرة الموميسات ولفظ الموميسات موميس معناها نجده في شعر كثيرا شعر السياسي ونلقى لفظ البغي كثيرا والرذيلة وبالتالي كنا قد تحدثنا أن السب والشتم ونحن نلقاه في هذا الشهر بقوة باريس ويحكي يا بغي وهل نرى من ذمة من ذمة في قلب خائنة العهود معناها لا نرى فيك شيئا معناها من النخوة ومن الوفاء بالعهد ومن السدق إنما أنت خائنة كاذبة يعني ولقد رأينا هذا في قصائد سابقة وبالتالي يجب أن نركز على هذا الأمر ما ذنب أيتام أضعت حياتهم ما ذنب أيتام أضعت حياتهم من كل شاردة هناك أو شاردة ما ذنب أيتام ضيعتهم قتلت أباهم قتلت كذا شردهم فمضوا يجوبون القفار فهل ترى خلقت قلوب بنيك من صلب الحديد فهل ترى خلقت كيف تستطيعون قتل الأطفال كيف تستطيعون قتل الأيتام كيف تستطيعون قتل النساء والعزل إذن قلوبكم ميتة أو أنكم لا تملكون قلوبا أصلا وبالتالي هنا وصفة عنصاب وصف لاذعين جدا في البداية فمضوا يجوبون القفار فهل ترى خلقت قلوب بنيك من صلب الحديد تلك الظهور اليانعات أصابها الظهور هي الأطفال هي النساء التي لا سلاح لها تحرب به الأطفال التي لا تستطيع مواجهة العدو تلك الظهور اليانعات أصابها ماذا أصابها مما جنيتي مما جنيتي أصابها عواصف حنق الشديد سيكفن الوغد الدخيل بخزيه ويعود هذا الشعب بالنصر الأكيد سيكفن هذا الوغد الدخيل بخزيه سيكفن هذا الوغد الدخيل بخزيه سيكفن هذا الوغد الدخيل بخزيه بخزيه ويعود هذا الشعب بالنصر الأكيد لابد للباغين الباغين هو باغين شوفوا فرق بين باغين وباغين الباغى بمعنى ظالمة وتعدى والباغي بمعنى مرأة باغي أنا مرأة مومس وعائرة والباغي هو الظالم سيكفن الوغد الدخيل بخزيه هذا الوغد تعجبني بزيه ويعود هذا الشعب بالنصر الأكيد لابد للباغين من يوم به يجنون ما زرعوه لابد للباغين للظالمين يوم به يجنون ما زرعوه من ثمار الحقوذي بمعنى يجمع قصيدة رائعة 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 حقا الشيء اللي أحب أن أقول لكم عنه أننا ذكر حين نحاول نقسم مع بعضنا القصيدة إلى أفكار معنى علش نقسم قصيدة إلى أفكار لأننا بعد نحتاجها في التلخيص ونحن التلخيص ونحتاجنا الضمائر نحتاج الأفكار ونحتاج ترتيب الأفكار مهم جدا ونحتاج الحجم بمعنى أننا مهم جدا أننا عفوا نستغل هذه الترتيب ولا نشوفه الآن شوفوا معايا راح تظهر لكم القصيدة الآن قد رفعا عود نقرها ولكن بالتفصيل قد رف هذا النصر عفوا بدون تفصيل قد رف هذا النصر خفاق البنود والغار يلمع فوق هامات الأسود وغدا يطل على الجزائر باسما يطود جا ويهد أركان القيود نروح نروح مباشرة إذا وإذا تعرى الفجر أسفر باسما كل أقوانة في الربا أو كلورود لاحظ بأن الشاعر يتحدث عن الانتصار في هذه المعركة بداية الانتصار بداية الفرج بداية كذا هذه الأبيات الأربعة الأولى إذن النصر لاحى في سماء الجزائر وسوف تنطلق الجزائر انطلاقة أخرى وغير ذلك صح؟ ننتقل إلى ذكرة أخرى صح البيت خمسة خلوا الديارة لأهلها فالظهر جيش من الحقي فالحق يدرك بالجهاد بمعنى هنا الشاعر بدأ يتحدث عن الجيش الجيش تحري الوطني بأنه جيش قوي بأنه كذا بأنه كذا إضافة إلى أنه بدأ يحاول تحدي المستعمر باريس ويحكي خلوا الديارة لأهلها وذلوا الوغا وبعد في نهاية المطاب بدأ يفضح المستعمر لأننا فكرة أساسية هي فضح المستعمر ماذا بؤيتا من فمضوا يجوبون القفار تلك الظهور وأصابها سيكفنوا ثم في نهاية المطاب راح تحدثنا على يعني يعني مصير هذا المستعمر بمعنى كنا نرجع للشعر السياسي اللي أنا قررت لكم سابقا قلت بأن في أفكار الشعر السياسي دعوة فضح فخر دعوة إلى التحرر فضح المستعمر الفخر بالشعب الجزائري والعرب والوطن وغير ذلك بمعنى اليوم مش عدنا الدعوة إلى الثورة عدنا ولكن بشكل غير صريح وهي من خلال قول بأن النضال السياسي يعني غير مهم ولا نضال السياسي هو أوهام مضللة في قوله وإني آرى الجهاد والحق لا يدرك إلا بالجهاد واضحة جدا إضافة إلى يعني فضح المستعمر سياسة المستعمر في جزائر ما ذنب أيتام تلك الظهور هذه الألفاظ التي تدل على فضح المستعمر وسياسته الخبيثة إضافة إلى أمر آخر وهو الفخر بالشيش التحرير الوطني الفخر بالشعب معناه ثلاث أفكار اللي قلناها في الشعر السياسي كامل متوفر هنا بمعنى هذه الثلاث أفكار اللي قلناها سابقا هي البواندر بيرتاك ولا هي نقطة القوانتاك الآن نرحوا للأسئلة السؤال الأول هو شي يقول ما موضوع النص وما غاية شاعر منه الآن السؤال مركب الموضوع الذي شغل بالكاتب غاية شاعر منه بمعنى السؤال هنا مركب الغاية هي مهم جدا هذا محور القصيدة اليوم إذن السؤال الظاهر أمامكم وش قال قال لك ما موضوع النص وما غاية شاعر منه كنا نروح ثاني للتقوي من نقدي هو يظهر أمامكم الآن ما هي دوافع شعراء هذه النزعة قبل قلنا وش من النزعة وبعد قلنا ما دوافع شعراء هذه النزعة الآن كنا نرجع للنص هل نستطيع الآن أن نكتشف بأن القصيدة تتحدث على يعني الجزائر إذن وما دام شاعر عراقي فهي نزعة قومية الشي اللي أحب أن أقول لكم عليه أنه مهم جدا أنا نفهم علاش علاش أصلا جات النزعة القومية ولا علاش لماذا كتبت هذه القصيدة إذن الموضوع الذي شغل بالكاتب هو هو ماذا هو الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية واضح جدا المظفرة الثورة الجزائرية المظفرة وإن عكس هذا في قوله أركز معي وإن عكس هذا في قوله أه كين أنفطت دول على الثورة الجزائرية؟ نعم كين أنفطت دول على الثورة الجزائرية؟ كما سمحني لازم نشوف قصيدة هنا كما مثلا النصر كما مثلا حتى في قوله يطل على الجزائر باسما يطل على الجزائر على الجزائر باسما تلاحظوا بأنه هنا في البيت هذا الثنين الذي يظهر أمامكم الآن شوف معايا يطل على الجزائر باسما يطل الدجا وغدا يسيل الخلدة فوقره من الذي يطل على الجزائر؟ هذا النصر إذن أنه مباشرة نكتب النصر يطل على الجزائر باسما صح ما غاية الشاعر من هذه القصيدة؟ ما الهدف من كتابة هذا النوع من القصيدة؟ طبعا غاية الشاعر منه هو إظهار هو إظهار الدعم ومساندة الشعب الجزائري في محنته ومساندة الشعب الجزائري في محنته ريح تسقسيني تقول لي يا أستاذ علش ما عللت شانا؟ وسيطة لأنه هو التعليل هو طالب منك التعليل ها؟ ما موضوع الذي شغل بال الكاتب؟ علم علش؟ علش شغل بال الكاتب؟ إنه يريد شعر إظهار دعم ومساندة الشعب الجزائري في محنته ورغبته في التحرر والانتصار خطاب الذم والسخط بارس في النص ويتجلى ذلك قل لك هنا خطاب الذم والسخط بارس في النص ويتجلى ذلك كما لا أعطيني ألفاظ تدل على الذم والسخط بمعنى ما تكثرش كلام هنا هنا سؤال استخراجي سؤال ماذا؟ استخراجي عدنا عدنا الكثير من أفوه ويتجلى ذلك نديره خائنة العهود خائنة العهود القرود خائنة العهود القرود زدنا بارس ويحكي مثلا مثلا بارس ويحكي بارس ويحكي نقدر نزيد ونجيب عبارة أفرام النص يا باغي بارس ويحكي كما نقوله هنا لابد للباغين من يوم به مكاذا بارس ويحكي يا باغي ها ننتقل إلى السؤال الموالي نقدر هذا الآن نوري هملكم منين جبتم في القصيدة الآن تظهر أمامكم لاحظوا بآية خائنة العهود هني جبتها منا القرود هني جبتها منا بارس ويحكي يا باغي هني جبتها منا لابد للباغين الظالمين هني جبتها منا بمعنى جبت ألفاظ من القصيدة من مختلف مناطق في القصيدة معنى مناطق مختلفة في القصيدة صح يبدو الشاعر متفائلا ويتجلى ذلك فيه أين يتجلى تفاؤل الشاعر؟ هل الشاعر متفائل؟ نعم طبعا متفائل بهذا النصر لأن هذا النصر هو بداية انتصارات أخرى بداية انتصارات أخرى لاحظ معي القصيدة الآن يبدو الشاعر متفائلا في نحن نديلكم الآن ألفاظ نلونهم لكم باللون الأصفر شوفوا قد رف هذا النصر غدا يطل على الجزائر باسما غدا يسيل الخلف صح شوفوا معايا أرجع معايا للصبر الآن قد رف هذا النصر ها يتجلى في هذه العبارة زيدوا غدا يطل على الجزائر باسما ها باسما زيدوا حاجة واحدة أخرى وش كنا نقوله قبل غدا يطل على الجزائر باسما غدا يسيل الخلف شوف يقول لك ما مصدر ثقته يبدو الشاعر متفائلا ويتجلى ذلك فيه ما مصدر ثقته ثم علل عبلكم بأن هذا السؤال ونرجع للقصيدة أنا نتبع معايا للقصيدة السؤال هو عندكم أمامكم يبدو الشاعر واثقة من النصر أين يتجلى ما مصدر ثقته علل بمعنى هذا السؤال ماذا سؤال يعني يعني مركب من الكثير من الأسئلة وبالتالي هذه الأسئلة أن الشعب الجزائري الشعب الجزائري تحرك وتيقنا أن الحرية تأخذ ولا تعطى وأن الحرية تأخذ ولا تعطى وشفناها في هذه الجملة الآن شوفوا معي في النص شفناها في قوله فالحق يدرك بالجهاد هاني عودوا في باركم هنا فالحق يدرك بالجهاد الآن يلا هنعلوا صح هل صحيح صح وش قلنا قلنا يبدو شاعر متفائل أنه يتجلى ذلك في قد رف هذا النصر غدا يطلوا غدا يسيلوا تلاحظوا بأن هذا السؤال استخراجي كما هذا السؤال استخراجي معناها أين يتجلى وين يظهر ذلك وين تلقى أين يتجلى ولا أين يظهر ولا أين يتضح أين معناها مكان شف معايا أين معناها مكان وين معناها تلقى تستخرج صحيح يقولك كيف يتجلى كيف حاجة أحد أخرى صح مصدر ثقاتها أن الشعب الجزائري تحرك وتيقن أن الحرية تأخذ ولا تعطى مش من الحاجة التي تبين لي هي الحق ويدرك بالجهاد لما كنا نقرأ وكنا أزيد بالزيادة نقولكم واحد حاجة أحنا الفكرة هذه مهمة جدا لأننا لازم نعود دايلينها في رأسنا بأن الشعر السياسي مؤمن بفكرة النضال العسكري وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها التعليل صح التعليل وذلك لأن لأن ما أخذ بالقوة لك هنا يارك راح تعلل لأيش قلت هذا الكلام ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها أستاذ حابن على التعليل وحد أخر نورمال مهمة تعليل تعكم لي حقلات قادر تقول وذلك لأن الشعب اختبر فرنسا وهو وجد بأنها خائنة العهود وكاذبة ويظهر ذلك في قوله خائنة العهود تعادي ومشكلة وذلك لأن شعب الجزائري لم يستطع وأن يتحمل أكثر مما تحمله في السابق عادي وذلك شعب الجزائري لأنه تيقن بأن فرنسا لن تخرج من بلاده إلا بهذه الوسيلة عادي بمعنى التعليل هو اللي لازم أنت يكون لازم تفكر فيه إذن العاطفة تلاحظ بأن هناك عاطفتان واضحتان جدا لأن النص مبني على ثنائية ضدية على فكرتين متضادتين هي الشعب الجزائري العظيم وجيجه المظفر وفرنسا الخائنة الخبيثة البغي بمعنى إحنا رح نشوفه الفخر إحنا رح نشعو ديما الفكرتان فتح المستعمر شين الفكرة تعود؟ تقولي أستاذ كورو هو بغض المستعمر الفخر بشعب الجزائري شين فكرة تعود؟ تقولي أستاذ أفهم الفخر إذن العاطفة الأولى هي الفخر وأني أقول لكم بأن العاطفة لازم تجاوب كلمة واحدة والآن هو أطلب مني توضيع الفخر بماذا؟ بالشعب الجزائري العظيم الذي انطلق يدافع عن وطنه ويظهر ذلك في قوله يلا نجيب القول تبع معي في قصيدة مثلاً جيش من الحق المظفر عزمه عاشق المانية آه شفت كيفاها شفت كيفاها صح أنا نشي هذه الكلمة ركز معي عاشق المانية جيش مظفر من العزم هذا افتخار بالشعب الجزائري لازم على الاستقلال بمعنى هذه الأشياء التي تدل شفوا معي وش راندرنا نراندرنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى هي تحديد العاطفة خطوة ثانية توضيح العاطفة خطوة ثلاثة تمثيل العاطفة على بلك هذه الخطوات الثلاثة يجب أن تمر بها أنا أمفضل دائماً نديرها في جدوله ولكن المكان لا يتسع العاطفة التوضيح التمثيل العاطفة الثانية وهي عاطفة كرة وبغض كرة وبغض ولبلكم هنا باللي لازم كرة وبغض وبغض عفوا نوضحه الآن للمستعمر البغي الباغي الباغي ويظهر ذلك في قوله على سبيل المثال خائنة العهود خائنة العهود في قوله قرود في قوله بغي هذه كلها الفات تدل على هذه هذه كلها الفات تدل على هذه العاطفة ننتقل إلى النمط طبعاً بما أن الشاعر يصف لنا قوة الشعب الجزائري وصمود الشعب الجزائري ويصف لنا في المقابل بشاعة الاستعمال الفرنسي فإذا النمط طبعاً وشينيه؟ نمط طبعاً أكيد رح يكون نمط وصفي نمط طبعاً رح يكون نمط وصفي التعليل دائماً تعليل بلما يقول لك علل بأنه يصف بطولات الشعب الجزائري بطولات الشعب الجزائري ما هي مؤشرات النمط الوصفي؟ الآن من مؤشرات النمط الوصفية اجمع عدنا المؤشر أول العدنا المؤشر الثاني عدنا المؤشر الثالث انت تقدر تكتفي بمؤشرين بتصحنا لازم ديره ثلاث مؤشرات عدنا المؤشر الأول circulating المضارعة عدنا المؤشر الثاني mantener building مؤشر الثاني بالصفات عدنا المؤشر الثالثي هو الصور البيانية الآن تبب معي في النص النص يظهر أمامكم الآن راح نحاول نستخرجوا أفعال مضارعة اللي راح نديلكم عليهم الآن ضوائر مثلا يجوبون هاكم تشوفوا فيها ها هي يجوبون يجوبون وراني في نفس الوقت راني نكتفيهم معنى أنتم ما راكم تشوفوا في النص ونا راني نكتفيهم في صبورة معنى هذك شيء كي ترح يختفي النص راح تلقوهم يجوبون وعدنا أيضا يعنون مثلا مثلا يجوبون يعنون زيدوا نعطيكم مثلا واحد آخر ينثني مثلا ها ينثني ينثني مثلا على سبيل مثلا هني درت لكم ضوائر على الأفعال المضارحة صحة الآن باللون الأصفر راح نديلكم الصفات العتيد هاكم شايفينها العتيد هاي ظهرت باللون أصفر العتيد نزيدكم صفة أخرى الأكيد كافية جدا الأكيد هني درت لكم باللون الأصفر الآن الصورة بيانية راح نحاول نديرها في مربعات الآن باش تفهموا مثلا كالورود هاي في مربعات شايفين هذا تشبيه واضح نعطيكم فكرة أخرى مثلا عاشقوا المنية عاشقوا المنية هذه استعارة عاشقوا المنية الآن الآن اختفى النص ويظهر أمامكم الجذول بمعنى الآن الجذول كما راكم تشوفوا فيه الآن واضح جدا بطريقة اللي علمت لكم ننتقل إلى التلخيص التلخيص الآن طبعا كما تعلمون لازم نديروا ثلاث خطوات أولا قبل ما نروحوا للتلخيص قبل ما نروحوا للتلخيص لازمنا نتذكروا شين هما الأفكار تعالنص أولا في بيديت النص شعر تحدث عن ماذا عن النصر ثم بطولة الشعب الجزائري ثم خيانة فرنسا ولا خيانة المستدمر الفرنسي المستعمر عفوا ثم في الأخير توعد فرنسا توعد فرنسا توعدها بالهزيمة وسوف يأتي يوم وكذا وكذا الآن شوفوا معيها الآن النص يظهر أمام باش نشوفه فكرة النصر هذه ذو كان لازم نجيب لكم النص النص هذه فكرة النصر هني دريتها لكم في المربع هاي ورها من البيت الأول إلى البيت ربعا هذه النصر من البيت خمسة إلى البيت ثمانية هذا المربع الثاني لا يظهر قدامكم بطولة الشعب الجزائري المربع الثالث هي فضح خيانة المستعمر الفرنسي هاي ويظهر الآن أمامكم في المربع ثاني المربع الأخير اللي هاي ويظهر أمامكم أيضا في الشاشة راكم تشوفه الآن هذا الوعيد الذي وعده الشاعر للفرنسا إذن عدنا أربعة أفكار معناها عدنا أربعة خطوات معناها عدنا أربع عبارات راحين نتحدثوا لها أرجع معي الآن لنتلخيس صح اتخلوا مربعين كما العادة صح قد لاحى النصر في سماء الجزائر في سماء الجزائر هذه فكرة الأولى كما أنها مربع الأول كما أنها ننتقلوا لا يمكن ما تكبرش الأمور بزاف هاي ويش عادي جدا قد لاحى النصر في سماء الجزائر وشعبها العظيم عشق المنية قد لاحى النصر في سماء الجزائر وانبارا يكافح عنها وانت يا باريس الخائنة يا من شردت الأطفال سيأتيك يوم أنا الآن أعتمد على الذاكرة تعي بركة أنا حقيقة النص هذا حافظه سابقا وبالتالي تقدر تقول هذا التلخيص سمرني عاثو بمعنى أنت لازم تتبعه شريك الكناة سيأتيك يوم تدفعين فيه ثمنة الجرائم ما تنساش ما تطوعنيش أنا أنا رأني حافظ القصيدة معنى هذا التلخيص سأني جايبه مناصي معنى حافظه لأنني عارف خطواته نتوش الديار كما قلت لك هذوك المربعات أفكار أفكار قد لاحى هذا النصر فكرة الأولى والشعب الجزائري العظيم فكرة الثانية أنت يا باريس فكرة الثالثة وسوف تدفعين الثمن الفكرة الرابعة الآن أروح تشوف الآن الضمير الآن هو لاحى النصر هو في سماء الجزائر هي وشعبها هم ولا هو وأنت الضمير أنت يا مقشرة الأطفال ظهوم سيأتيك يوم تدفعين فيه ثمن الجزائر هذا أيضا نظرنا هكذا كملنا الآن البناء الفكري الآن الشيء المهم جدا في بناء الفكري اللي درناه اليوم هو أننا نتعلمنا كيفاش نستخرج الأفكار بطريقة الجديدة اللي اعتمدتها اليوم قولوا لي وش رايكم في طريقة أنني نحط النص وأغوصه في أعماقه إذا أجدتكم طريقتكم مش نرجعوا للطريقة التقليدية نخلوا النص ونحلوا كل شيء ما بالله إذن تابعوني للبناء اللغوي ترجمة نانسي قنقر